ولينا من الخرطوم الدكتور الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين دكتور مرحبا بك معنا البعض رفض هذه المبادرة الأممية رفضا قاطعا البعض رحب بها بحذر وبشروط لماذا هذا الرفض لماذا تأخذ هذه المبادرة بكل هذا الحذر من بعض الأطراف في السياسية اليوم في السودان بسم الله الرحمن الرحيم التحية لأرواح الشهداء الطاهرة التحية لدماؤهم الزكية التي لا زالت تروي أرض بلادي في خضم الثورة المستمرة التزعيد المستمر ضد السلطة الإنقلابية التي قتلت حتى الآن أكثر من 60 شهيد منذ 25 أكتوبر حتى هذه اللحظة بالنسبة للمبادرة المطروحة أو السمها لأنه تضح أنه ليست هناك مبادرة حقيقية أصلا هي دعوة الحوار كما أتكر دعوة الحوار نحن في تجمع المهنين السودانين جزء من الشارع السوداني وجزء من الثورة السودانية الثورة السودانية الآن وصلت إلى مجموعة من الشعارات لا شراكة لا تفاوض لا شرعية مع الإنقلابين هذه المبادرة تستطن الحوار أو تدعو في النهاية إلى حوار مع السلطة الإنقلابية هذا الحوار هو بمثابة ابتدار للتفاوض وبالتالي ارتداد على شعار الثورة الآن اللي هو لا تفاوض وقد تعطي نوع من الشرعنة أو الشرعية للسلطة الإنقلابية وهذا أيضا يتعارض مع شعار لا شرعية وقد تقود هذه الحوارات أو من المأمول بالنسبة للمجتمع الدولي أن تقود إلى عودة الشراكة بشكل أو بآخر وهذا ما ترفضه القوى الثورية الحية الموجودة الآن في الشارع وهذا ما يرفضه قوى الحية بأشارة يفضوا تجمع المهنيين قوى الحرية والتغيير ولكن الأمم المتحدة لم تشترط إقصاء العسكر المجتمع الدولي وتوجد حتى أطراف إقليمية ربما داعمة للعسكريين في السودان ألم يسمح العسكر ربما أمرا واقعا من هذه المعادلة السياسية في السودان وبالتالي واجب التعامل معها كيف تنظر إلى ذلك؟ الحقيقة نحن نستغرب الموقف الدولي الداعم للعسكر الآن واضح بالنسبة لنا أنه مجرد طرحة مثل هذه المبادرات هو عبارة عن دعم للعسكر أو عبارة عن تأكيد على حقية العسكر في الشراكة في الحكم ولما نتكلم عن العسكر لا نعني الجيش السوداني إنما نعني الجنرالات البدافع عن النظام القديم الآن المبعوث الأممي يحاول أن يجد مخرجا للعسكر إما أن يجد لهم مخرجا من الجرائم التي ارتكبوها منذ 25 أكتوبر حتى الآن أو أن يضعهم على سدة الحكم مرة أخرى تحت مسمى الشراكة الآن في مؤتمر الصحفي الأخير المبعوث الأممي تحدث عن أن المرجعية هي الوثيقة الدستورية الوثيقة الدستورية الآن الشعب السوداني كفر بها تماما الآن الشعب السوداني يزعى ويعمل من أجل إنجاز مواثيق جديدة تحكم ثورته وتصل بالفترة الانتقالية لأهداف التي ارتضطها الثورة السودانية منذ بواكير ديسمبر الآن المبعوث الدولي يغرد في جانب والشعب السوداني يطالب بإكمال ثورة المجينة أي جلوس نعم ترفضون الحوار مع العسكر رفض للشراكة أيضا حتى من الشارع السوداني بالتالي ما هي مآلات المطالبة بتسليم المدنيين للسلطة كيف سيتم ذلك الثورة السودانية الآن وقوة الثورة السودانية الحية ماضية في إنجاز مواثيقة التي ستؤدي إلى تكوين المركز القيادي الموحد للثورة السودانية الآن تجمع المهنين السودانيين طرح إعلان سياسي أتبعه بميثاق سياسي مكوة من 13 نقطة على رأسها إزالة كاملة لحكم العسكر ورميهم إلى مزبلة التاريخ الآن بعض القوى الثورية الأخرى أصدرت هي بنفسها أيضا بيانات تشرح فيها مواثيق شبيهة تحتوي على أو تحمي الروح اللاءات الثلاثة لا شراكة لا تفاوخ شرعية ولكن العسكر اليوم هو من يحكم السودان كيف سيتم تطبيق كل هذه المواثيق التي يتم الأعداد لها؟ كيف؟ بإيجاز لو سمحت البند الأول في ميثاقنا هو استمرار التصعيد حتى إسقاط حكم الجنرالات الموجودين الآن على السلطة ونحن نعني بإسقاط الجنرالات لا نعني بإسقاط الجنرالات إلغاء المؤسسة العسكرية بالكامل من الدولة السودانية يجب أن نركز هنا على أننا مع وجود المؤسسة العسكرية كحامي للدستور وحامي للحدود المؤسسة العسكرية تتكون من مواطنين سودانيين يعانون كما يعاني كافة المواطنون السودانيين في كل مكان في أرجاء الوطن نحن نهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة دولة مدنية تقود المرحلة الانتقالية إلى بر الأمان تقود المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات ليس وصول الانتخابات كما يطلب المجتمع الدولي بالطريقة التي يدعو إليها المجتمع الدولي نحن نفتكر أن الانتخابات لا يمكن أن تقام في ظل استمرار تمكين النظام المباد لا بد أن تقف الحرب الآن في ذرفور الناس يموتون بالكامل سلام جوبا أصبح كأنه لا يسوأ الحبر الذي كتب به وليد علي والمعذر على المقاطعة انتهى وقت هذه المداخلة شكرا جزيلا لك الدكتور الوليد علي المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين كنت معنا من القرطوم شكرا لك